الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار لمتابعة ملفات عمل الوزارة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بيتم تنفيذها في قطاع السياحة وأكد الدكتور مدبولي حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتبارها من أهم القطاعات للاقتصاد المصري وللحفاظ على مكانة مصر على قريطة السياحة العالمية ونقش الاجتماع تحديات أزمة كورونا وشرح وزير السياحة والأثار تأثير الأزمة على مشروعات القطاع والحوافز اللي قدمتها الدولة لدعم هذا القطاع كمان نقش الاجتماع الاستعدادات اللي بتتم لنقل المميوات الملكية لمتحف الحضارة واللي هيكون حدث فريد بينتظر العالم كله